أعلنت الخارجية التركية إفراج قوة شرق ليبيا عن ستة أتراك كانت قد اعتقلتهم وذلك غدا تهديد أنقرة بالرد على أي تعرض لمصالحها في ليبيا من ناحية ثانية حذرت قوة شرق ليبيا المواطنين في طرابلوس من الاقتراب إلى مواقع حكومة الوفاق بسبب نيتها شن غارات جوية عليها في مسافة دقيقة يتأرجح التوتر ما بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وأنقرة فبعد أن صعدت الأخيرة لهجتها ضد قوات حفتر أعلنت وزارة الخارجية التركية الإفراج عن بحارة ستة كانوا محتجزين لدى قوات حفتر ما نفته القوات سابقا ولا تؤكده حتى اللحظة وكانت الخارجية التركية قد أعلنت أنه في حال استمرار اعتقال الأتراك فستصبح القوات هدفا مشروعا لها وقال وزير الدفاع التركي خلوص أكار بلاده سترد على أي هجوم ينفذه حفتر ضد مصالح بلاده في ليبيا ومن جهته أعلن حفتر وبعد خسارة المعركة في مدينة غريان بمحيط طرابلوس والتي كانت بمثابة مركز لإدارة العمليات لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أعلن استباحة المصالح التركية في ليبيا وإسقاط طائرة تركية مسيرة في مطار طرابلوس الدولية وقال ناطق باسم الجيش الوطني اللي بي أن تركيا تناصر ما وصفها بالجماعات المتطرفة في بنغازي ودرنة وغيرهما من المدن منذ عام 2014 وكان الرئيس التركي رجب طيب أردغان صرح بتزويد حكومة الوفاق بالأسلحة بمجيب اتفاق تعاون عسكري فماذا سيكلف هذا الاتفاق أنقرة يقول قائلون